شباب والبنات اللي حريصين على التجويد وحريصين على مخرج الحروف بشكل صحيح يقرونها في خطأ يقع فيه كثير من الطلاب في قراءة مثل أيضاً الله عز وجل يقول حرف الضاد الساكن وبعدها لام يعني مثال الله عز وجل يقول وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَوْضُّلَا الضاد بعدها اللام كثير منه يقلقلها فوضة لا يعني يعني يقراها ويظن أنها صح وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضُّلَا لأن صعب الضاد بعدها اللام لازم تمسك الضاد الصح فيها استطالة بعدين اللام وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضُّلَا شوف ضاد لام فَضْلَا لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهُ شوف امسك الضاد فضله لا تقول فضله لا تتحرك الضاد أبدا ليس فيها قلقلة انضبط هذا الأمر يعني الضاد بعدين اللام تشوف تبارك الرحمن التلاوة صارت صح ومسكوكيا صح حسنا بيفتح لكم